إذا رأيت إنسان يوقر وإعلم أنه مفتدع إذا رأيت إنسان يمدحه وإعلم أنه من أهل البدع فصار علامة على أهل البدع يبقى غبي لم يقرأ القرآن وش كده أنا لما أقول لك قول مدد يبقى لازم ترفع إيدك لفوق وتقول مدد يا كلهم مدد مين هم كلهم؟ كلهم وخلاص يعني حلال والله حرائم حلال 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 ما تخافش يا جدا طيب وإيه الدليل بقول لك إيه يا دنت أنت هتعمل زي العيال الوهبية يقول لقال الله وقال الرسول واللي خلنا نشوف هذا المقطع للدكتور يوسري جبر وهو يطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويعتقدون فيه أنه هو شيخ الإسلام الحقيقة أنه هو شيخ الضلال طل الناس على كل ضلالة وصار إمام لكل مبتبع في كل زمان إذا رأيت إنسان يوقر وإعلم أنه مفتدع إذا رأيت إنسان يمدحه وإعلم أنه من أهل البدع فصار علامة على أهل البدع فإذا وقفت في مكان وسمعت إنسان يلبس لي العلماء ويقول ابن تيمية شيخ الإسلام اعلم أن هذا من أهل البدع قبل أن تسمع ماذا يقول فصار علامة على أهل البدع في كل زمان أبو إيه الدليل بقول لك إيه يا دنت أنت هتعمل لي زي العيال الوهبية تقول لي قال الله وقال الرسول واللي قال الله وقال الرسول طب هو فيه أحلى من كده أنا عارف أنك وهاب فاشل صايع مش عجبك الكلمة ما تقولش مدد يا كلهم مدد بص يا حج عوق نعم يا سيدي عندك أكتر من 120 ألف صحابي غير التابعين غير تابعين التابعين رضي الله عنهم جميعا ما لهم دول يا أخوي هتلي واحد بس واحد بس قال مدد يا رسول الله واحد بس ايوة واحد بس عندك الشيخ يسر جبر قال هلنا يا ما يا ما خالص مدد يا كلهم ومدد يا رسول الله ويعتقلون فيه أنه هو شيخ الإسلام والحقيقة أنه هو شيخ الضلال ابن تيمية بشيخ الضلال ليس هو فقط مبتد عنده لا كل من يثني عليه أو يمدحه فهو من أهل البدع عنده هذا من أسلوب الإرهاب الفكري يمارس على كل من يثني أو يستشهد بأقوال ابن تيمية من مرحلة التبديع إلى مرحلة التكفير كفر ابن تيمية في عتبة أكبر من ذلك لم يكتفي بذلك بل قال من يقول بأن ابن تيمية شيخ الإسلام فهو كافر أيضا يعني كافر ابن تيمية وحدا ليمدح ابن تيمية ويسميه بشيخ الإسلام فهو كافر مثل صاحب هذا يوسف جبر مو فقط خطى ابن تيمية وبدعه لا حتى اللي يمدح ابن تيمية ويثني عليه فهو عنده مبتدع إذا رأيت إنسان يوقره وإعلم أنه مبتدع إذا رأيت إنسان يمدحه وإعلم أنه من أهل البدع فصار علامة على أهل البدع عندك الشيخ يسري جبر قال هل نياما ياما خالص مدد يا كلهم ومدد يا رسول الله بقول لك من الصحبة والتبعي غمياد من هنا غمياد من هنا ربنا اهديك حج عوض الله ربنا اهديك يا مولانا يا حسين الحسين ده اللي هو ابن عليه رضي الله عنهم طب هو حي ولا ميت هو ميت حي عند ربه لأنه ميت شهيد طيب يندرج عليه اللي بيعملوا البشر ولا لأ يعني هو بيأكل وبيشرب وبنام وبيدعو ويسمعني وأسمعو الكلام ده كله ده اللي هنعرفه طب هو دلوقتي ينفع أطلب منه المدد إن أنا أقول له ادعيلي أو شفيني أو أو أي حاجة من دي لا ليه لأنه ميت ميت طيب تعالوا نشوف الإجابة اللي هيجاوبها الدكتور يسري جبر اسمع باشا بيّن لنا معنى مدد يا مولانا يا حسين شوف حولك حاجة اللي يقولك المدد من الله بلا وسطه يبقى غابي لم يقرأ القرآن بيّن لنا معنى مدد يا مولانا يا حسين شوف حولك حاجة اللي يقولك المدد من الله بلا وسطه يبقى غابي لم يقرأ القرآن يبقى غابي لم يقرأ القرآن سبحان الله هذا هو مستوى الصوفية مستوى الشيخ يسري جبر الصوفي قال لك من لم يطلب الدعاء من الحسين رضي الله عنه الذي هو ليس حي بيننا قال لك من لم يطلب الدعاء من الحسين أن يدعو له بالشفاء أو الشفاعة فهو كافر لا حول ولا قوة إلا بالله فنحن أهل السنة ندعو الله فقط أو إذا كان بيننا الرسول أو شيخ إيمانه قوي بالله زاهد في الدين أما من مات فلا نطلب منه شيء وهذا الأمر أيضا وقع فيه الشيخ علي جمعة قال مدد يا رسول الله أو يا حسين لا تكفر صاحبها وتعني طلب الدعاء قال لا تعني طلب الدعاء من ماذا يعني من الحسين رضي الله عنه وهو ليس حي بيننا عجب والله العظيم نستمع إلى الشيخ صالح فوزان ما حكم من يقول بأن أكثر من يدعون الأنبياء والرسول صلى الله عليه وسلم كمن يقول يا رسول الله اشفع لي أو مدد يا رسول الله هذا لا يجوز ولا يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم شيء بعد موته وإنما يطلب من الله عز وجل والشفاعة لا تطلب من الرسول ولا من الأنبياء ولا من الصالحين وإنما تطلب من الله لأنها ملك لله جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا فتطلب من الله تقول اللهم شفع في نبيك وعبادك الصالحين نعم نعم نعم